نصف من شارة حديد داخل رغيف خبز كانت هدية غير عادية للأسير مصباح الصوري من أحد أصدقائه لتكون البداية لرحلة الهروب الجماعي الكبير نحو الحرية طلب مصباح الصوري من الأسيرين عبد السلام أبو السرهد وعماد الدين عوض مساعدته بقص قطبان نافذة الحمام فشاركاه التنفيذ بسرية تامة لم تكن عملية قص القطبان سهلة ففي الغرفة ستة وعشرون أسيرا جميعهم يستخدمون نفس الحمام وعلى بعد عشرة أمتار برج عسكري به جندي يراقب النوافذ باستمرار عمل الأسرى على فترات لا تتجاوز ثلاثة عشرة دقيقة لكل شخص مدة سبعة أيام من دون لفت الانتباه بعد منتصف ليل السابع عشر من أيار العام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وبينما كان جنود الاحتلال يحتفلون بأحد أعيادهم بدأت عملية الهروب أخبر الشهيد الصوري زملاءه الأسرى الخمسة من أصحاب المحكميات العالية وهم صالح اشتاوي وسامي الشيخ خليل ومحمد الجمل وعماد الصفطاوي وخالد صالح بلحظة الهروب ووضع الأسرى وسائدهم على الأبراش موهمين السجان أنهم نيام وخرجوا تباعا من نفذة صغيرة وسط الضباب الكثيف نزل الأسرى على سطح المطبخ وتجاوزوا سجن المخابرات والشرطة العسكرية واستخدموا أغصان أشجار الكينة ليتجاوزوا جدار السجن لم تدرك إدارة السجن هروب الأسرى إلا في العدد الصباحي شكلت عملية الهروب ضربة للاحتلال ورفعت معنويات الأسرى الذين شعروا بفخر المحاولة والنجاح ورغم تمكن الاحتلال من إعادة اعتقال بعضهم واستشهاد البعض الآخر في معركة دفاعهم عن الحرية إلا أن الثوار لا يموتون بل يخلدهم التاريخ ترجمة نانسي قنقر